أهلا بكم عزيزي المشاهدين والطلبة النهاردة إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجنا مدرسة على الهوى النهاردة إحنا هنعمل revision أو مراجعة على units 1, 2, 3 الوحدة الأولى والتانية والتالتة إن شاء الله نهاردة في الunits إحنا هنركز على أهم الpoints أو النقط اللي موجودة عندنا في الثلاثة وحدات دول طبعا هنتكلم في حاجات تخص grammar أو structure وهنتكلم في حاجات تخص vocabulary كمان في function ودي أهم ثلاث حاجات ممكن نقدر نتكلم عنها النهاردة كمان لو قدرنا إن إحنا نتطلق لجزء خاص بالwriting إن شاء الله هنعمل ده لو توفر لنا واق لكن طبعا إحنا يعني في مجموعة من الأسئلة النهاردة من خلالها هنحاول كده نسترجع إيه الحاجات اللي أهم النقط اللي هنقف عليها في units 1 و 2 و 3 طبعا إحنا هنشوف على ال screen قدامنا إنه زي ما إحنا شايفين هنلاقي إن units 1 و 2 و 3 بتتكلم على مجموعة حاجات طبعا مجموعة كلمات هنشوف أهمها بلاس كمان إنه في جزء خاص بالfunction وجزء خاص بالfunction ده بيورينا agreement والdisagreement يعني إزاي نعبر على موافقتي لرأي أو اعتراضي على رأي كمان في جزء تاني خاص بالinterest والsurprise ده في unit 2 يعني إمتى أكون بعبر عن اهتمامي بشيء أو مفجئتي لزمالي شيء معين أو رؤيتي لشيء معين كمان إزاي نحن نقدر ناسك questions how to ask questions أو إزاي نقدر نسأل أسألة طبعا for inquiring أو التساؤل أو لمعرفة مجموعة معلومات دي كده 3 functions اللي موجودة في 3 units الgrammar كمان هيكون عندنا فيه future tense هنتكلم على future tense واستخداماته المختلفة أو إزاي نقدر نستخدم three tenses أو مجموعة من التنس لكن كلها بتعبر عن أحداث خاصة بالfuture هنحاول نعمل quick revision على الحاجة زي ذي plus كمان إنه فيه عندنا subject verb agreement و especially في الحاجات special cases يعني توافق subject مع الverb لكن في حالات خاصة كنا برضو تكلمنا عنها في unit 2 plus كمان active والpassive في present simple يعني استخدام الactive والpassive وخصوصا طبعا الpassive voice في زمن present simple أو في أي tense طبعا ده هنتكلم عنه كل النهارد هندخل بقى على أول question هيكون موجود عندنا بس طبعا قبل questions أحب أقول لكم إنه it's time for the test أو وقت الامتحان of course don't panic طبعا ما حدش يتخد أو يرتبك بالعكس لازم نكون في حالة هادية جدا ونستمتع بحالة test لأنه هو ما هو إلا عبارة عن مراجعة زي اللي بتعملها في البيت على الحاجات اللي انت قردي قمت بيها questions اللي موجودة عندنا هنبتدي بي language function وهي طبعا language function دي اللي بتبقى بنقابل فيها النوعين من الأسئلة الquestion الأول بيكون طبعا respond للdialog أو إيه هو رد فعلك لsituation معين وطبعا الquestion التاني اللي هو إحنا هنبتدي بيه دلوقتي هو mention the place the speakers and the language function in each of the following too many dialogues هيكون عندنا في too many dialogues ونحاول نذكر الplace وطبعا speaker a with speaker b والfunction اللي مستخدمة في المني dialogue الموجود أول many dialogue عندنا زي ما احنا شايفين speaker a بيقول could you tell our listeners what you're doing this week could you tell our listeners what you're doing this week speaker b بيرد عليه وبيقول له I'm traveling to space with two other colleagues I'm traveling to space with two our colleagues طبعا احنا عارفين انه في المني dialogue اللي زي ده بنحاول نشوف الكيورد أو كلمات مهمة تفاهمنا شوية أو تدينا hint أو clue على من ال speakers دون في أول part احنا شايفين كلمة listener يعني في أول كلام قاله speaker a احنا شايفين كلمة listener أو could you tell the listeners يعني تقدر تقول للمستمعين listeners يبقى لازم كده انا استنتج انه شور المكان ده هيكون موجود في studio وانه طبعا الشخص اللي بيتكلم ده هيكون الشخص اللي بيعمل ال interview مع حد أو هو بيستقبل شخص بيعمل معه حوار أو طبعا ال speaker التاني رد عليه الإجابة بتاعته فبالتالي هيكون هو ال guest أو الشخص اللي هو مستظيفه هنشوف بقى ال answer دلوقتي على ال screen هنلاقي ال answer بتقول the place is the studio المكان هو ال studio speaker a هو presenter وممكن نقول عليه طبعا ال interviewer أو presenter اللي هو مقدم البرنامج speaker b اللي هو astronaut لانه طبعا جايب لنا هنا بردو كلو بيقول لنا i'm traveling to space with two other colleagues مين الناس اللي بتravel to space أو بتسافر لي ال space طبعا هم ال astronaut فهيبقى ال astronaut أو ال guest وطبعا الفنكشن اللي انا بستخدمها هنا ايه هي الفنكشن هي asking for information دي الفنكشن بتاعت speaker a هو asking for information بيسأل على معلومة وطبعا الفنكشن التانية هي giving information او ان انا بدي معلومة دا كده اول situation في عندنا تاني situation زي ما احنا شايفين على screen عندنا speaker a you must try this kind of dessert i made it myself you must try this kind of dessert i made it myself طبعا kind of dessert كلمة dessert اللي احنا شايفينها اللي فيها double s علشان ما نلخبطش ما بينها وبين كلمة dessert اللي بs واحدة dessert اللي هي نوع من انواع الحلويات او اي نوع من انواع الحلويات فحد طبعا بيأفر حيجة او بيعرض حيجة بيقوله لازم تدو الدزورت دي انا سنعطاها بنفسي speaker بيبيقول i'm sure it will be delicious i'm sure it will be delicious انا متأكد انها تكون لزيزة جدا every time we visit you i feel certain that you are a wonderful cook كل مرة بنزورك بحس ان انا انه طبعا في طباخ ماهر موجود دي في كلمات برضو عندنا هنا بتبين لنا المكان كلمات بتبين لنا الفانكشن تكون ايه مين ال speakers دول طبعا في speaker بيأل every time we visit you فطبعا لما هقول كلمة visit يبقى probably i'm in a house of a person انا في بيت شخص معين فكده في قوي يعني شوية او قوي شوية عائلي وزيارات فاحنا هنشوف دلوقتي الانسر هتكون ازاي او ايه ال place with speaker a و b و الفانكشن بتاعت ال diyalog ده او الماني diyalog طبعا هي speaker a رد و قال thank you it's a pleasure to visit us يعني احنا سعداء بزيارتك لنا هتكون الانسر زي ما احنا شايفين ال place الاولاني هو ال home ال place اللي هم موجودين فيه speaker a هي ال hostess hostess طبعا ده الشخص اللي بيستضيف حتى في بيته فبنقول عليه hostess speaker b هيبقى ال guest تمام او الشخص اللي انا بستضيفه في البيت او اضيف بنسميه guest وطبعا ال function هنا هي inviting او ال function انا بادعو انه هو يدوق حاجة او ال او بارد عليه حاجة offering او inviting وطبعا ال function التاني هي giving compliment او ان انا بدي طبعا بجامل الشخص اللي قدامي وبقول له اطرا او مجاملة دي اسمها compliment او giving compliment طبعا دي كده تاني situation هنشوف situation تاني على ال screen هيظهر لنا speaker a في situation ده بيقول well your application your application has been accepted your application has been accepted speaker بي بي او that's great when can i start that's great when can i start speaker a رد وقال next monday you'll be working at city globe branch طبعا من مجموعة كلمات هنا برضو هتدينا hint او clue على ال answer ان المكان واضح انه هو في بي اتعمل علشان كلمة work كلمة application وكلمة طبعا when should i start when next monday ده كله بيورين انه حد جديد بيقدم على شغل او قدم وطبعا هو نجح الشخص بيعرفه انه هو نجح وبيسأل امتى هيبدأ العمل بتاعه طيب عرفنا كده الكلمات اللي بتبين لنا او بتوضح لنا ايه هي المكان الكلمات اللي بديتنا hint لان دي المفروض تكون الطريقة للتعامل في question زي ده هقف على كل dialogue وحاول اطلع منه مجموعة كلمات وهنشوف كمان dialogue كمان شوية مختصر جدا لكن من كلمة واحدة او اتنين شفناها عرفنا واستنتجنا المكان هو عبارة عن ايه هنا طبعا هنشوف ال answer هتكون موجودة قدامنا دلاتي حالا على screen او على الشاشة ال answer بتقول ان ال place ده company المكان ده هو عبارة عن شركة شركة للعمل فيها ال speaker a اللي هو بيقول well your application has been accepted application وaccepted يبقى طبعا انا بقول انه ال application او طلب العمل اللي انت قدمته اتقبل فانا اللي ببلغ الشخص بدا يبقى انا ممكن اكون ال HR manager المانجر بتاع ال human resources ممكن اكتب manager بس مش ضرور ال HR بس HR manager ده الشخص اللي هو بيقبل او بيرفض الناس في الشركات و speaker b هو ال applicant او الشخص اللي بيقدم على وظيفة بنسميه the applicant او ممكن نقولها candidate candidate اللي هو برضو شخص مرشح لوظيفة وطبعا الفانكشنز اللي هنا او الفانكشن هي giving information لانه قاله your application has been accepted فهو بيعرفه ان ال application بتاعه اتقبل وطبعا الفانكشن التاني بتاع speaker b لما قاله when can i start هي asking for information او سؤال على معلومات اوكي يبقى دي كده عندنا situation التالت هنشوف واحد كمان ده situation مختصر جدا ما فيهوش كلمات كتير ولكنه في كلمتين هم هيعرفون المكان ده فين بالزبط او هيعرفون الحوار ده بيدور ما بين مين how many letters sir only 15 the tank please how much 50 pounds طبعا speaker a بيقوله how many letters sir يبقى واضح ان انا بتكلم او بخاطب شخص وبقوله انت عاوز كم لتر طبعا رد عليه وقاله only 15 انا عاوز 15 فقط فقاله type the tank please speaker a قاله the tank please ممكن tank يعني ممكن تفتح للتانك ف speaker b قاله how much فتح له التانك بقى عمل حط له اللترز وبعد كده قاله how much سألوا السعر قدي اي او الفلوس كام فقاله 50 pounds يعني 50 pounds طبعا نحاول بقى نستنتق سوا كده فيه letters وفيه tank يبقى انا ممكن اكون موجود فين وإلا انا بعمله بالزبط او مين الشخصيات دون of course i'm in the petrol station انا في المحطة بتاعت البنزين i'm in the petrol station وبعبي بنزين للكار بتاعتي او للعربية بتاعتي طيب تعالوا بقى نشوف ال answer written قدامنا ونشوف ال speakers اللي موجودين هنقول عنهم ايه او هنسميهم ازاي في situation ده اه زي ما احنا شايفين ال place هو ال petrol station speaker a is an attendant ال attendant ده زي حد بيكون زي ال assistant زي ال servant حد بيقوم بخدمة او بيقدم لي خدمة معينة في مكان معين ممكن زي ال petrol station فبقول عليه attendant attendant طبعا speaker b هو customer customer طبعا كلمة بتاعتي اللي مألوفة لكو جدا وهي الزبون فهنقول speaker b هو customer او الزبون function او اللغة الوظيفية اللي موجودة هنا طبعا how many letters sir هتكون asking for information بيسأله عشان يعرف منه هيحطه D فدي asking for information او inquiring وطبعا رد عليه وقال له only 15 كل اللي عمله هو بيديله المعلومة فال function هتكون giving information او اعطاء معلومة دي ال function بتاع A وال function بتاع B طيب نشوف situation تاني situation التاني هيكون موجود قدامنا دلوقتي I think you must have a look at this catalog I think you must have a look at this catalog برضو تعالوا كده نشوف الكلمات وانا استنتق مين الناس اللي بتكلم هنا ويطار الحوار داير ما بين مين وممكن المكان يكون فين حد ماسك catalog وبيقول له I think you must have a look at this catalog لازم تشوف الكاتالوج دا اوكي طبعا كلمة catalog معروفة وهي حتى كلمة احنا بنقولها في العربي عادي جدا هو مجلد وفي مجموعة معروضات وبي speaker A بيقول له بيقول بي لازم ان انت تطلع على الكاتالوج هنكمل ال many dialogue دا بعد الاتصال وهنشوف الاتصال مين معنا الو 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 ايوة اهلا حبيبتي ازايك مين معايا انا مارينا مارينا اهلا مارينا ازايك الحمدلله تماما اتفضل يا مارينا عندك سؤال اه اوكي تقوليني ايه هو السؤال بتاعك اه هنا بي اختار اوكي تماما ايوة 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 بعد كده كنتراكت بعد كده ايه كنتراكت والسوز هنا تمام تتبقى available 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 Vacant و Possibility و Available Possibility و Available لا Available تمام Possibility D Available انا هارهولك تاني وانتي يشوفي لو نقص اي حاجة اوكي طيب I asked the manager if there was a or an of work contract طبعا الكلمات اللي عندنا في الاختيارات هي Available و Vacant Possibility Availability of work contract انت شكف ايه مارينا انا شكف ايه اخر بحثة طيب احنا مبدئيا فعلا هنبعد عن من one و two تمام علشان هما ناوز و احنا عشان هما و احنا هنا محتاجين ناون لانه في عندنا كلمة of و عندنا كلمة اع وان وفي كلمة of فاحنا هنجيب حاجة من الناونز اللي موجودين طبعا احنا هنا انت شكا في الاخيرة طبعا احنا هنا انت شكا في الاخيرة هيا دي الاجابة سليمة متاح شيء متاح تمام تمام ايه 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 Boom H H H P 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 ايه و يه تمام وين باكد سبيت السيارات هنا تمام ها اول كلمة واربتين لا اول كلمة ايه سبينين واربتين واربتين ولايون واتين واتين اه لا سي معلش تالت واحدة ايه اه تمام واتيكين اوف واتيكين اوف مش كده اه تمام هي بتعمل ايه هم كلهم معناهم يدور ايه كلهم معناهم يدور بس كل واحدة فيهم بتعبر عن حاجة تانية اه هنا اللي هيفصل معانا كلمة الويل سبوكس تمام وين سبينين هي المفروض كلمة سبين تيجي مع كلمة الويل سبوكس تمام يبقى اه طبعا الاجابة السليمة هي كلمة سبينين اوربتين دي ممكن لو حاجة في مدار في السبيس مسلا هقول اه اوربتين ان هي بتلف في الفضاء اوكي لكن ما ينفعش معاها كلمة سبينين واللونشنج احنا قلنا ان كلمة لونشنج معناها اه ان احنا بن حاجة بنطلقها زي مثلا الراكت تمام وتيكن اف يعني اقلاع حاجة بتقلع زي يبقى مع تيك اف اه لونشنج مع الراكت ممكن تبقى مع ساتيلايت او اي بلانت في السبيس لكن سبينينج تيجي معاها كلمة ويل سبوكس هي اللي تتنسب مع كلمة ويل سبوكس تمام تمام ايضا اكتشابات تمام ماجهش عني تفضر اه تفضل اه انا ارجع زي انجلس اه لو قبل الامتحان ترجع زي الايه؟ ارجع زي انجلس قبل الامتحان طبعا هو ما ينفعش الانجلس اه اكيد اكيد انت بتقومي بمراجعته اه كله طول الوقت يعني انت المفروض تكوني مثلا خلصتي او كده اه وبتبتدي ان انت ترجعي فهتقسمي مراجعته ده طبعا اساسي وهتبتدي بقى في الوقت بتاع ليلة الامتحان تبتدي تحلي اسئلة كثير جدا ام والانتحان قبل 5 سيام والانتحان قبل 5 سيام بتقولي ايه؟ الامتحان قبل 5 سيام هتحلي طبعا لازم يكون باستمرار معاك اسئلة كتير وتعودي تحلي فيها تعملي على كتير بتعرفي الكلمات هتبصي على الكلمات والفروق اللي ما بينها في الموجود في كل حتى تشوفي طبعا الفانكشنز كتير تتعرضي لها فبتعرفك خلاص ان هقول فيه كزا لما بتتعرضي نفس الحكاية الماني ده اللي بتعرفي الاشخاص بسميهم ايه؟ طب انا ممكن من الكلمة دي اعرف المكان ده ايه؟ اوكي؟ طبعا برضو ده جزء مهم ده برضو ممكن ان انت تستخدمي ان انت تبصي عليه وتشوفي ايه الحاجات اللي ممكن في او توقعني او ايه الحاجات ال اللي اخد بالي منها اوكي؟ thank you very much يا مارينا لاتصالك ونرجع بقى دلوقتي للاسئلة بتاعتنا طبعا احنا كان معانا ماني دايلج والماني دايلج بيقول I think you must have a look at this catalog اعتقد لازم تاخد فكرة عن الدايلج ده سبيكر بي رد وقال why what's the matter؟ لي او ايه الحكاية يعني؟ فبعدين سبيكر اي ردت وقالت it has wonderful designs of furniture في كتير designs للfurniture we can use them in our flat او ممكن نستخدمها في الفلات بتاعتنا طيب طبعا واضح كده ان في مجموعة كلمات قدامنا اه بتبين انا بتكلم فين وزي الcatalog وطبعا كلمة furniture تحت في اه الكلام بتاع سبيكر ايه وضحت لي ان انا موجود دلوقتي في اه محل البيع الاساس او furniture shop وطبعا دول اتنين ممكن يبقوا wife و husband بيكلموا لانها بتقول in our flat او members of the family وهنشوف الانسور دلوقتي بتاعتها زي ما احنا شايفين اللي موجودة قدامنا هي انا بلفت انتباه الشخص اللي قدامي لحاجة بقول لي you must have a look at this catalog لازم تشوف الكاتالوج ده لانه في حاجات جميلة وكدا فالفانكشن الموجودة هتكون drawing attention والفانكشن التانية لما قالها what's the matter الفانكشن بتاع سبيكر بي هتبقى inquiry او تسائل وستفسار هنشوف بقى situation تاني او many dialogue تاني speaker a بيقول في what can i do for you what can i do for you b i'd like to complain about the laptop i bought last week i'd like to complain about the laptop i bought last week what's wrong with it speaker a بيقول له what's wrong with it طبعا b the battery doesn't last for more than an hour the battery doesn't last for more than an hour البطارية ما بتستمرش لأكتر من ساعة واضح طبعا من كلمة laptop دي من الكلمات اللي هنستغلها عشان نعرف complain من الكلمات اللي هنستغلها عشان نعرف وطبعا battery doesn't last ده كله بيعرفن ان احنا في computer shop في محل computer اوكي وممكن جدا technician shop ولكن طبعا عشان لابتوب وكده فنكون اكتر تخصص فهنقول computer shop طب تعالوا نشوف answer بتاعت ده كده احنا عرفنا ان احنا في computer shop نشوف speaker a هيكون مين speaker b طبعا سهلة اعتقد عندنا computer shop speaker a هيبقى assistant اللي هو الشخص اللي بساعدنا في المحل ما هو يعرف من احنا عايزين ايه والكلام ده طبعا speaker b هو customer وي الفنكشن هي offering help offering help او making a complaint اوكي ان انا بعرض مساعدة لاني بقول what can i do for you يبقى انا كده i'm offering help وطبعا الفنكشن بتاعت b هو بيقول i'd like to complain about something انا عايز اشتكي من شيء يبقى making a complaint انا بعمل شكوى او بقدم شكوى دي كده الفنكشن اللي موجودين وده ال place speaker a speaker b وده كان اخر سؤال عندنا في ال many dialogue تعالوا بقى نشوف الاسئلة التانية زي مثلا respond to each of the following situations السؤال بتاع respond او ان انا يبقى عندي موقف معين وحاول ان انا اقول رد فعلي للموقف اه اعلق على الموقف هيبين طبعا من situation نفسه ومطلوب من نقي اوكي هنشوف اول situation موجود عندنا في respond of the following situation وطبعا فيه برضو هنا مجموعة كلمات وحاجات هتعرفنا ازاي ان نقوم بالاجابة بشكل اللي سهل وسلس ونعرف بالضبط نعمل اين الفرست situation اللي عندنا your friend tells you that motor racing is very dangerous your friend tells you that motor racing is very dangerous وبعد كده هو طالب you support his opinion you support his opinion يعني انت بتايد رأيه اوكي هناخد الاتصال الاول وبعد كده نشوف الاجابة ممكن تكون ايه hello 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 hi how are you doing i am fine thanks what's your name first حسيم حسيم هاي حسيم اهلا بك يا حسيم قول لي يا حسيم do you have a question لا انا عزل شاري طب كويس جدا احنا عندنا situation يا حسيم انت انتبعه ولا لا انتبعه طب كويس اوي situation قدامنا بيقول your friend tells you that motor racing is very dangerous you support his opinion قول لي بقى يا حسيم يعني لو شفت كلمة you support his opinion يبقى هو هنا يقصد ايه الرأي يقصد يعني انا اوافد معي excellent يا حسيم برافو عليك ده معناه ان انا موافق على الرأي بتاعه ويحكري with you بيقول it is useful very because it is useful لا harmful 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 excellent because it's dangerous or very harmful excellent يا حسيم يبقى هتقول له فعلا I agree with you excellent it is harmful because it's harmful وطبعا مهم جدا يعني ان احنا نقرز situation نفسه كويس ما نستعجلش في ان احنا نشوف اللي مطلوب بس نقرز situation عشان فعلا ما يحصلش لخبطة او كده excellent يا حسيم you've made a very correct answer انت جاوبت اجابة سليمة جدا thank you very much يا حسيم اجابة سليمة طب اوكي طب ماشي انا بس هوريهم بسرعة للجميع يعني الانسور بتاع دا وهخليك تحل سؤال تاني your friend tells you that motor racing is very dangerous you support his opinion ممكن تقول له تاكس البروناونز او الدماير اللي موجودة لو انت مش فهم يعني اي support هتقول i support your opinion يعني هيغير you ادعم ادعم يعني الراعي تمام i support your opinion i agree with you i couldn't agree more i couldn't agree more دا مش معناه ان انا مش موافق دا معناه ان انا موافق جدا you don't have the same opinion يبقى انت بترفض انت عندك رأي مخالف يبقى هتقول i disagree with you اوكي طالما you don't have the same opinion اوكي situation التاني يا حسين بيقول the sky is very cloudy and you want to express your prediction about the weather تفتكر يا حسين بقى الكلمات اللي هنا اللي موجودة عندنا ايه اللي تساعدنا ان احنا نعرف ايه اللي مطلوب sky is very cloudy and you want to express your prediction about the weather ها ايه رأيك يا حسين اه حسين اه للأسف اللي خط نقطع اه طيب اللي تصل نقطع لو تقدر بقى تتصل بنا تاني يا حسين مش مشكلة اه دلوقتي هنحاول نشوف situation سوا the sky is very cloudy and you want to express your prediction طبعا انا عندي هنا حكتين انه situation عن sky will weather وكلاودي وكمان في كلمة prediction اللي هي التنبؤ واحنا خدنا كلمة التنبؤ في جزء خاص بالgrammar اصلا في unit 1 وجزء التنبؤ اللي هو خاص بي using am is are going to بستخدم am و is و are و going to مع ال infinitive لما احب ان انا اعمل prediction with clear evidence prediction ب evidence او دليل واضح كدا بيبين لي ان انا متأكد انه توقعي كدا انه هو الدنيا خلاص هنا عتمطر ليه علشان it's cloudy يبقى the correct answer او لقابة السليمة situation ده look at the sky it's going to rain اوكي يبقى the sky is very cloudy and you want to express your prediction about the weather فهقول look at the sky it's going to rain it's going to rain يعني الدنيا هتمطر اهي او هنا احس ان الدنيا هتمطر عندنا clear evidence اللي هي كلمة very cloudy وطبعا انا بعمل prediction يبقى هستخدم am is are going to طالما قال لي كلمة prediction اوكي طيب تعالوا نروح لي question تاني سؤال تاني سؤال تاني بيقول someone tells you that انتوني هوب wrote the prisoner of zinda in three months only انتوني هوب wrote the prisoner of zinda in three months only اوكي طبعا كلنا عارفين النوفل بتاعتنا the prisoner of zinda وحد بيقول انها تكتبت في ثلاث شهور فقط express your surprise انت اتفجئت لما عرفت المعلومة دي ما كنتش تعرفها ولما سمعت انه اخذ ثلاث شهور بس you got surprised او انت تفجئت طبعا expressing surprise with interest they can function في unit 2 فتعالوا كده نشوف بسرعة ازاي نعبر عن surprise بتاعنا والانسر هتكون really I didn't know that طبعا انا احنا في قدامنا كذا option او كذا طريقة للحل كلهم بيعبر عن surprise اول واحدة really I didn't know that بجد انا مكنت شارة في المعلومة دي that's unbelievable that's unbelievable يعني دي حاجة لا تصدق اوكي how amazing ده شيء رائع جدا برضو بقولها وانا متفاجئ بقول how amazing ممكن كمان اقول good heavens good heavens طبعا دي اسلوب او طريقة برضو بعبر بيها عن مفاجئتي او surprise عندي يبقى هنا طبعا مساهل لنا الموضوع express surprise وطبعا طالما فيه surprise هنستخدم expressions دي ولو قال لي مثلا show your interest بدل surprise كلمة interest كانت من functions اللي في unit 2 هنقول مثلا that's interesting okay wow that's amazing كل دي حاجات بتبين interest يعني بدل مثلا كلمة that's unbelievable ممكن نكتب that's interesting ده في حالة show interest or express your interest بين اهتمامك اوكي تعال نشوف situation تاني situation هنا بيقول زي ما هنشوف على السكرين you want to know a friend's opinion about a football match you both watched عاوز تعرف رأيي friend friend's opinion طبعا هنا كلمة opinion برضو هتدينا clue لإيه الحاجة المفروض نقولها you want to know a friend's opinion about a football match you both watched انتو الاثنين تفرقتوا عليه هتقول رأيك في football match والfootball match ده انتو الاثنين تفرقتوا عليه فهتسأل هتسأل اه friend you want to know his opinion تعرف رأيه فطبعا طالما know my friend's opinion يبقى أنا هسأله هكون سؤال عن الرأي how to ask about the opinion ازاي نسأل على ال opinion ده برضو من الفنكشنز اللي موجودين عندنا في الكتاب طبعا as you see في عندنا هنا two options both are correct ممكن استخدم الاسلوبين دول the first way أو أول طريقة what do you think تمام زي ما هنشوفها على screen what do you think of the football match we both watched ايه رأيك في الماتش اللي احنا تفرجنا عليه زي ما احنا ملاحظين هنا what do you think of لكن what's your opinion about أوكي يبقى what do you think of the football match لكن ال question التاني اللي برضو بيسأل على opinion ممكن اقول what's your opinion about this football match أوكي سهلة أوي opinion يبقى أقول what's your opinion about أوكي طيب عندنا situation تاني بيقول your father wants to know your opinion about the TV serials دلواتي بقى انت باباك عايز يعرف رأيك انت في ال TV انت اللي هت express your opinion انت اللي هتعبر عن رأيك دلواتي مش هتسأل عن الرأي to express your opinion بقى علشان أعبر عن رأيك ازاي اقولها او ازاي عبر عن رأيك of course as we see here زي ما احنا شايفين ممكن اقول رأيك انا شايف انت TV serials دول it's amazing دي رائعة it's interesting هي طبعا مسيرة جدا it's boring انا شايف انها مملة اوكي فاحنا نستخدم amazing و interesting و boring علشان اعبر عن رأيك في حاجة اشوف انها كويسة او انا i don't like it ممكن جدا نقول i don't like it او i like it very much يعني simply ممكن نقول كده كده انا عبرت عن رأيك اوكي تعالوا نشوف situation تاني بردو situation دلوقتي مش هنتكلم عن situations هنتكلم على اسئلة choose او طبعا الاختياري سؤال الاختياري وهيكون هنا فيه طبعا choose ليه علاقة بال the vocabulary و structure حاجات ليه علاقة بالكلمات وحاجات ليه علاقة بال structure وال grammar والحاجات طب تعالوا نشوف كده on the screen هنشوف اسئلة من اسئلة choose اللي خاصة ب unit one two three الطبعا بتقول space is a sport involving physical exercises and movements that need skill strength and control وكتب لي هنا في الاختيارات gymnastics gym gym gymnasium طبعا ممكن كتير جدا طلبة يشوفوا كلمة اس فعلى طول يقولوا لا نختار كلمة مفرد فاحنا مش هنختار اللي فيها اس كلمة gymnastics المفروض هي تكون الإجابة السليمة واحنا عارفين ان كلمة gymnastics من vocabulary اللي موجود في unit one وكلمة gymnastics معناها لعبة الجنباز او لعبة خاصة باللياقة البدنية والجنباز كده هي عبارة عن كلمة شكلها يبدو plural بس actually it refers to one kind of sport لكن هي بتشير لي لعبة واحدة فقط اوكي هي او فيها بتنتهي بالاس لكن احنا بنستخدم معاها singular verb وده برضو بيفكرنا بيونت 2 الجرامر الخاص بيونت 2 لما قلنا subject والverb agreement توافق subject مع الفعل وقلنا ان فيه كلمات ممكن تبقى شكلها جمع لكن هي في الحقيقة تاخد فعل مفرد لان هي بتشير لي حاجة واحدة زي مثلا subject المواد الدراسية كلمة زي كلمة mathematics بتنتهي بالاس لكن هي مادة الرياضيات فانا بستخدم معاها singular verb او فعل مفرد اوكي فهقول معاها is او اي نوع من انواع الافعال المفردة كلمة زي physics هستخدم معاها برضو فعل مفرد لان هي بتشير لي مادة الفيزياء اوكي وكتير طبعا كلمات كنا اخدناها في unit 2 بتشير لي انه شكلها هيبدو جامع لكن هي مفردة هي مش جامع اوكي فطبعا هنا الاختيار السليم كلمة gymnastics لان الوصف اللي موجود هنا في sentence هو وصف اللي لعبة gymnastics يعني احنا هنا بنوصف اللعبة دي فبالتالي ما نتلقبتش ابدا هي بيجي معاها singular verb وطبعا في هي دي الكلمات اللي بتوصفها sport involving physical exercises and movements that needs skill strength and control هي دي لعبة الجمناستيك طب تعال نشوف example تاني او كلمة تانية مثال تاني جملة watch out that dog وبعدين space you it doesn't look very friendly اوكي watch out يعني اه خلي بالك في حاجة بتحصل طمام بقول watch out يبا في حاجة انا حاس انها تحصل دلوقتي قدامي او انا شايف حاجة clear evidence او دليل واضح جدا انه في حاجة ممكن تحصل this is what i predict ده اللي انا متنبئ من اللي انا شايفه اوكي the dog or that dog الكلب ده space you ممكن بقى ان هو هيقوم بايه is biting will bite is going to bite ولا bites طبعا هو كتب لنا it doesn't look very friendly الكلب ما عملش حاجة فعلا بس هو شكله مخيف it doesn't look very friendly فانا من اللي انا شايفه حصيت انه ممكن يعدك فطبعا لما بكلم على production المفروض انه استخدم is going to with verb in the infinitive am is are going to with the infinitive فالاجابة السليمة هنا is going to bite you لان انا متنبئ بده من clear evidence قدامي من حاجة واضح قدامي دليل واضح قدامي فهستخدم is going to bite you اوكي وده كان في grammar بتاع unit one طبعا تعالوا كده بسرعا ريجع structure بتاع future في unit one احنا قلنا future simple زي will plus the infinitive احنا بنستخدمه في حالات معينة زي مثلا ان انا بعمل بقول رأي في حاجة i believe i think الكلمات دي لما بستخدمها فانا بعبر عن رأيه فانا بس بقول رأيه it will او this will بستخدم عادي will plus the infinitive ممكن جدا استخدمها في حالات threatening وال warning يعني انا لو بهدد حد عايزة اخوفه او كده اه بهدده بحذره من شيء if you don't stop bullying at school you will be punished لو مبطلتش السلوك العدائي اللي عندك ده في المدرسة هتعاقف هنا استخدم will plus the infinitive اوكي طيب لو انا مثلا عايز استخدم am is are going to في الفيوتر عشان تعبرا حاجة في الفيوتر يبقى انا بستخدمها لي ان انا اعمل تنبؤ او توقع لشيء وانا شايفة clear evidence حاجة واضحة جدا قدامي هتبقى فيه جملة او حاجة مكتوبة فيه السنتنس بتاعتي في التست بتبين لي ان ده evidence او دليل على ان الحاجة دي I'm sure it's happening او it's going to happen انا متأكد ومتوقع بنسبة كبيرة جدا ان ده اللي هيحصل زي الاكسامبل اللي احنا شفنا دلوقتي بتاع الدول طيب فيه ساعات بنستخدم ال present simple for the future بنستخدم ال present simple عشان نعبر على الفيوتر او المستقبل زي مثلا اه لما اتكلم على fixed schedules اتكلم على اه جداول او موعيد معينة محددة اه صحيح هي ممكن الحركة بتاعتها هتحصل في المستقبل لكن الجدول معروف زي مثلا الباس schedule train schedule يعني هقول الفلايتس اللي هي الحالات الرحلات الطيران هقول مثلا the train leaves at seven يعني الاطر هيتحرك او هيمشي at seven الساعة سبعة هو لسه متحركش وهي حاجة في الفيوتر لكن عشان ده fixed schedule جدول سابت بموعيد سابتة فاحنا هنقول the train leaves هنستخدم present simple اوكي اه ممكن جدا في جدول الامتحانات استخدم طالما انه هو fixed schedule استخدم معاها present simple اوكي وطبعا لو انا هستخدم present continuous او المدارع المستمر ممكن قوي ان انا استخدمه عشان اشير بيه حاجة في الفيوتر هتم ولكن امتا لما يكون عندي اه 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 انا عملت intention يعني عندي intention للشيء وعملت arrangements ليها عندي نية للشيء وعملت arrangements او عملت مجموعة من التجهيزات معينة التجهيزات دي طبعا هي اللي خلتني واثق انها sure هتم حتى لو في الفيوتر هستخدم present continuous يعني مثلا انا حجزت لتيكتز خلاص بكرة الساعة سبعة انا مسافر لندن sure خلاص جهزت الشنطة بتاعتي كل ذي كلمات بتدل على ان الشخص عمل arrangements او ترتيبات معينة فبالتالي هنستخدم الفيوتر present continuous to express a future tense او to function as a future عشان تبقى future اوكي كده احنا عملنا quick revision على الفيوتر في الجرامر بتاع unit 1 تعال ناخد example تاني في سؤال choose عندنا هنا the prime minister is going on an urgent to Japan tomorrow في عندنا مجموعة كلمات كلمة mansion mission mention motion طبعا اللي مذاكر الفيكادلري صح وفاهم sentence هي يشوف انه رئيس الوزراء عنده urgent ايه في جابان urgent of course urgent mission مهمة 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 طريقة في اليابان اوكي كلمة mission يعني حد يقوم بمهمة معينة خدناها طبعا لما كلمنا على space والاسترونات لما كانوا رايحين to a mission in the space كانوا رايحين mission او مهمة في الفضاء اوكي example تاني 50 degrees space a very high temperature وعندنا choices are is being where where is اوكي طيب عندنا ممكن students كتير يشوفوا 50 degrees فيقولوا ده جمع فانا بسيطة جدا هستخدم are اوكي وانا مش محتاجة ال pass في حاجة لان انا هنا بتكلم عموما على درجة الحرارة لكن actually are is a wrong answer are the اجابة خاطئة المفروض هنا احنا بنكلم على 50 degrees ومجموعة من expressions معينة هنا بتكلموا على block of a thing اه انا في جمع لكن انا بتكلم على الجمع ده كحاجة واحدة هو one block 50 degrees الدرجة الحرارة دي اللي هي 50 degrees ايا كانت هي ايه بس انا بتكلم على درجة حرارة اوكي ففي الحالة دي انا هستخدم is او correct answer هتكون is زي مثلا هقول 300 kilometers is a long distance انا بقول 300 kilometers اه يعني 300 kilometers المفروض ان ده plural noun او اسم جامع لكن قلت is a big distance انا هنا بتكلم على المسافة ما بتكلمش على العدد بتاع الكيلومترات اوكي فبستخدمها كده كأنها one block هي او حاجة structure جمع لكن انا بتكلم على انه one block بيشير لي حاجة واحدة مجموعة واحدة فبالتالي هنا في 50 degrees هستخدم singular او الفرب المفروض يتوافق معاها هو singular verb فالcorrect answer زي ما احنا شايفين على السكرين هتكون كلمة is مش are اوكي طبعا 50 degrees is a very high temperature 50 degrees دي درجة حرارة عالية جدا لان زي ما اتفقنا بنكلم على درجة الحرارة اوكي طب هنشوف example تاني او مثال تاني دخلة Oasis in the south west of Cairo and is full of dates طبعا الواحد دخلة احنا في عندنا دي اسم الواحة space in the south west of Cairo and is full of dates عندنا بقى مجموعة من كلمات ممكن تلخبطنا شوية lay lies lying laying laid اوكي دي كلها طبعا مجموعة كلمات ممكن تلخبطنا احنا اتفقنا ان كلمة lay ممكن تيجي مع الهن نقول lay eggs يعني بتضع البيت بتاعها الدجاج الدجاج او الفراغ lies طبعا هي المفروض تكون correct answer يعني بتقع فيه لما اتكلم على المواقع الدولة دي city دي المكان ده بيقع فيه المنطقة دي يبقى استخدم كلمة lies lies in the واقول المكان اللي هي بتقع فيه اوكي يبقى المفروض ان هنا correct answer هتبقى كلمة lie وطبعا ليد زي ما احنا شايفين في الاكسامبل كلمة laid l-a-i-d ده الباست الباست بتاع lay وطبعا معناها يضع او يضع شيء لكن هي ما تتناسبش مع الاماكن فاحنا الكلمة اللي بتتناسب مع الاماكن هي كلمة lies أوكي كائرو كائرو lies in egypt أوكي ايجيبت lies in africa كل دي حاجات أو الموقف اللي من فاحستخدم فيها كلمة." lie أوكي تعيشوف another example مثال تاني the police Arrested three suspects طبعا ده بيفكرنا بقي بölrey entra بالgramar اللي موجود في unit 2 the police arrestedry suspects وكتب لنا هنا is have or has كتير ممكن ناس لو هي شايفة انه طبعا كلمة police ما فيش اس يبقى دي كده مفرد فلأ ده غلط المفروض ان كلمة police احنا اخدناها هي من الكلمات اللي بتكون جمع طول الوقت من الكلمات اللي هي جمع طول الوقت او تعامل معاملة الجمع طول الوقت هي كلمة the police فيه كلمة مثلا زي كلمة premises اوكي premises برضو من الكلمات اللي بتعامل على انها جمع طول الوقت فهنا المفروض ان انا اكون عامل list كويسة كده حافزها كويس وعارف ان دي الكلمات اللي هي بتعامل معاملة الجمع معظم الوقت طبعا احنا عارفين طبعا هنا police او الشرطة هو بتعامل معها على انها افراد الشرطة فهنا اخد طبعا ال plural verb طبعا ايه المناسب هنا arrested three suspects هل ينفع اقول is arrested three suspects طبعا احنا قلنا is و has مش هينفعوا لانهم عايزين اسمه مفرد لكن have ولا are the police are arrested ولا have arrested three suspects طبعا ده بقى بيفكرنا بالدرس بتاع ال passive form احنا هنا بقى بنكلم في ال active وال passive ال active وال passive السؤال طبعا بتاع passive زي ما احنا شايفين ال police هو اللي بيقوم بال action ولا هو اللي وقع عليه ال action طبعا ال police هو اللي arrested يبقى منفعشي اجيب هنا verb to be مع ال past participle verb to be و past participle يبقى انا كده بتكلم في ال passive form يبقى انا عايز اقول ان الحاجة اللي جات في اول الجملة وقع عليها ال action لكن اللي قام بال action او اللي كان الفاعل هو police فعلشان كده احنا هنستخدم هنا كلمة have arrested have في ال plural form وطبعا have arrested ده زمن ال present perfect في ال active form ما هواش passive اوكي لان ال passive ما يتناسبشي هنا مع ال sentence دي يبقى ال correct answer هنا زي ما احنا شايفين هتكون the police have arrested three suspects the police have arrested three suspects طيب next can you count how grains of sand are on a beach can you count how وبعدين space grains of sand are on a beach how much ولا how many some ولا any طبعا احنا عندنا هنا ده سؤال بيسأل عن ال grains of sand وده هيكون اخر بقى سؤال لنا احنا عندنا هنا كلمة sand لوحدها هي uncountable ييجي معها much لكن لو جبنا كلمة grains كلمة grains دي بتعد احنا حطينا ال sand فيه مع كلمة ينفع ان انا عندها ففي الحالة دي انا هقول how many grains of sand how many مع grains مش how much لان كلمة grains تعد وهيك طبعا جاينا كمان فيه البلورال فورم او الجامع فالcorrect answer هتكون can you count how many grains of sand are on a beach للأسف دي كانت اخر sentence لنا النهاردة I hope today's episode was useful for you بتمانا حلقة النهاردة تكون كانت مفيدة بنسبالك hopefully I'll see you in the other episodes or the next episode thank you very much and goodbye